بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتباه هداه وبعد فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كانت الآخرة همه جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له فالهم سلاح ذو حدي هناك هم محمود وهناك هم مذموم فإذا تعلق هذا الهم بالآخرة وبهذه الأشياء التي يفعلها الإنسان التي تقربه من الله تبارك وتعالى وتباعده عن النار كان هذا الهم محمود لأن هذا الرجل يعلم أن هذه الدنيا ليست بدار بقاء وإنما هي دار فناء وأن الآخرة هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار والهم المذموم هو الهم الذي يتعلق بهذه الحياة الدنيا لا يفكر في أمر آخرته بل كل تفكيره في أمر هذه الحياة الدنيا كل تفكيره كيف يجمع المال ولا يفكر كيف يجمع المال من حلال أم من حرام بل يجمعه وفقط يفكر في أكله يفكر في شربه ولا يفكر في أمر دينه ولا يفكر في أمر الجنة ولا يفكر في أمر النار فهذا هم مذموم يذم صاحبه والعياذ بالله لذلك يصبح هذا الرجل عبداً للمال وعبداً للدرهم وعبداً للفضة وعبداً للدينار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة الخميصة والقطيفة أنواع من أنواع الثياب تعس وانتكس أي أصابته التعاسة والانتكاس وإذا شيك فلن تقش أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالذي يكون همه الآخرة يجعل ويعتقد أن هذه الدنيا ليست بدار مقام له بل الآخرة هي دار البقاء فيكون العمل كله لأجل الآخرة لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لمن همه الآخرة ثلاث ميزات أول هذه الميزات جمع الله له شملة يجمع الله تبارك وتعالى شملة هذا الرجل ويجمع الله تبارك وتعالى قلوب أحبابه وقلوب أصدقائه وقلوب أهل بيته وقلوب أولاده عليه ويكون عقله مطمئن وفكره ثابت غير مشتت ويرزقه الله تبارك وتعالى البركة في أهله وفي ماله جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه يرزقه الله تبارك وتعالى القناعة بما لديه ولا يتطلع إلى غيره بل ينظر إلى من هو أسفل منه حتى يحمد نعمة الله تبارك وتعالى جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة يرزقه الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أما هذا الذي يكون همه الدنيا يعاقبه الله تبارك وتعالى فرق الله عليه شمله مهما جمع من مال ومهما بلغ إلى أعلى المناصب الله تبارك وتعالى يفرق عليه شمل أولاده وشمل أحبابه ولا يكون هناك بركة لا في ماله ولا في أولاده فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه مهما أعطاه الله من مال فتجده يريد ويريد ويريد ويحرص حتى تجده بخيلا لا ينفق على نفسه ولا ينفق على أولاده ومع ذلك مع كل هذا الحرص ومع كل هذا الجري وراء الدنيا وراء المال لم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ولا يبارك الله له لا في أهله ولا في أموال لأن همه الدنيا وفقط لذلك كان من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بدعاء ألا وهو اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل همنا الآخرة ولا يجعل همنا الدنيا إنه سميع قريب وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين